السيطرة على موانئ النفط تعمق الأزمة بين الفرقاء في ليبيا وربما تنسف باتفاق سخيرات فبعد أقل من يومين نجح الجيش الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر من استعادة موانئ راسلانوف والسدرا والبريغا والزويتينة من حرس المنشآت النفطية متجاهلا تحذيرات جربية له بالانسحاب فورا من منطقة الهلال النفطي دخول الموانئ النفطية في الصراع الليبي ربما يتحول إلى مواجهات بين قوات الجيش الوطني بقيادة حفتر الذي يبدو أنه استعاد ثقله عقب عملية السيطرة على الموانئ مدعوما من البرلمان المعترف به دوليا في طبرق وبين القوات التابعة للمجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج في ترابلس والتي تقاتل تنظيم داعش في سرط وتبديدا لهذه المخاوف شدد رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج على رفض المجلس الرئاسي لأي تدخل عسكري خارجي وقيام أي طرف مسلح بعمل عدائي ضد آخر لأسباب سياسية أو جهوية أو مناطقية أو أيديولوجية على حد قوله مضيفا أنه ليستدعي قوة أجنبية السراج دعا إلى حل المسائل بالحوار وبعيدا عن العنف والتصعيد في حين طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتين كوبلر بحوار عاجل وموسع بين المجلس الرئاسي والبرلمان فيما رحبت مؤسسة النفط الليبية بخطوة الجيش بوضع الموانئ تحت سيطرتها على إثر استعادتها من حرس المنشآت وأعلنت أنها بصدد تصدير النفط فورا من جهتها أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم تنفيذ أربع غارات جديدة على سرط قبل يومين لترتفع الضربات الجوية الأمريكية إلى 143 غارة منذ بداية عملية برق أوديسا نوال عياض العربية